من جانبه أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أنه اتفق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت على عقد الحوار السياسي العربي الياباني في نسخته الثالثة في شهر سبتمبر المقبل وقال فوميو كيشيدا إنه قبل عشر سنوات عندما كان وزيرا للخارجية أسهم في إطلاق التعاون بين الدول العربية واليابان بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات مختلفة سياسية وثقافية واقتصادية اتفقت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت على عقد الحوار السياسي العربي الياباني في نسخته الثالثة سبتمبر المقبل وسنعمل على توسيع التعاون في إطار المنتدى الاقتصادي الياباني العربي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وأتمنى مزيدا من التطور في العلاقات العربية اليابانية ترجمة نانسي قنقر